اشتركوا في القناة عند تتمة صفات المنافقين عفوا صفات المتقين وبعدها صفات أهل الكفر ثم بعد ذلك صفات أهل النفاق كما سأتي بيانهم إن شاء الله قال الله تعالى في كتابه الكريم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك قبل آخرة هم يوقنون قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هل هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام وغيره من الذين كانوا من أهل الكتاب فأمنوا هم الذين أمنوا من رسول صلى الله عليه وسلم وأمنوا بالذي أنزل من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل الشرك لم يكونوا مؤمنين لا برسول الله ولم يكونوا مؤمنين بالكتب المنزلة من أمن منهم أمن بالرسول فالقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك المعني بهم أهل الكتاب قال بذلك فريق من أهل العلم وقال آخرون بل هم المؤمنون الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بكل ما جاء به فكان مما جاء به أخبار الأمم المتقدمة فهم آمنوا بكل الرسل المتقدمة ضمنا وأيضا إقرارا وتأكيدا آمنوا بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان بالرسل كلها وبالكتب كلها التي أنزلها الله والصوم في ذلك والله أعلم أن الآية عامة تشمل المؤمنين من العرب الذين كانوا قبل ذلك أهل الشرك وتشمل كذلك أهل الكتاب الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته وكانوا من قبل قد آمنوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم ويجدر في هذا المقام التنبيه على فضل الكتابي الذي آمن بنبيه صلى الله عليه وسلم ثم لما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم آمن به ذلك له أجران لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسنت أديبها وعلمها فأحسنت عليمها ثم أعتقها وتزوجها ورجو عبد أدى حق الله وحق موليه فمفاده أن الكتابي الذي آمن بنبيه وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم له أجران وكذلك قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يطلع عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة وإما رزقناهم انفقون وجاء الثناء حسنا على هؤلاء الكتابيين الذين آمنوا برسولهم وصدقوا برسول الله قال الله تعالى في كتابه الكريم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وإنهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضعوا عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فيبشارات لأهل الكتاب الذين آمنوا بنبيهم وآمنوا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا وهنا قد يطرح سؤال إذا كان الكتابي الذي آمن بنبيه ثم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته كعبد الله بن سلام وغيره هل هؤلاء أعظم أجرا من الصحابة الذين لهم أجر واحد فالمشركون من العرب لما آمنوا أصباح الصحابة لهم أجر لكن النصران الذي آمن بنبيه وآمن بالنبي محمد له أجران كتابي عموما ليس النصران الذي يقول المسيح والله المسيح ابن الله هذا ما آمن بالنبيه ولا ما آمن بالنبيه أبدا لكن هل النصران أو اليهود الذي آمن بنبيه على الوجه الذي جاء به نبيه ثم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو أفضل أم الصحابة الذين أسلموا وكانوا أهل شرك بلا شك أن الأمر يختلف فبلا ريب أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وغير هؤلاء من السابقين الأولين أعظم أجرا من عبد الله بن السلام وإن كان عبد الله بن السلام من أهل الجنة ذلك لسبقهم في الإيمان قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وأنفقوا وكلا وعد الله الحسن فإذا أوتي أجره مرتان أجر عمله يؤتاه مرتان لكن هذا له أجر عمله أكبر بكثير من من عبد الله بن السلام سبقهم إلى الهجرة سبقهم إلى الجهاد له أجر أعظم حتى الآخر أن أوتي وإن تضاعف أجره لن يصل إلى أجر هؤلاء والله تعالى أعلى وأعلم هذا وقوله تعالى الذين يؤمنون بما أنزل إليك القرآن فنحن من شأننا أن نؤمن بالقرآن لا ريب في هذا وما أنزل من قبلك من شأننا أن نؤمن بالطورات والإنجيل وبكل الكتب المنزلة بل ونوقرها ونجلها ونثني عليها ويكفينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على التوراة فيما أنزل إليه من القرآن وأثنى على الإنجيل وأتاه اليهود ذات يوم بالتوراة وكان جالسا على وسادة فقام من على الوسادة ووضع عليها التوراة قال تعالى في كتابه الكريم إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء قال تعالى في شأن عيسى عليه السلام وأتينه الإنجيل فيه هدى ونور هكذا أثنى الله تعالى على الإنجيل وكذلك بلا ريب فإن الله تبارك وتعالى قال في شأن أهل الإيمان كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقال الرسول في انعقاد الإيمان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الحديث قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والمقصود به أموم الكتب التي أنزلها الله تعالى هذا والحمد لله ديننا نسنع على جميع الكتب التي أنزلها الله ونوقرها والقلة علم بعض الناس ألقى بعضهم بالإنجيل ورماه على أنه باطل كله والرسول لم يفعل ذلك لما أتهد يهد بالطورة وقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما في سنن نبي داود بسنة صحيحة أنه قام من على الوسادة ووضع التوراة عليك قال الله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك دخلت فيه الصحف صحف إبراهيم وصحف موسى والتوراة والزبور والإنجيل وكل الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى فالرسل أوتوا كتبا عليهم الصلاة والسلام سواء ذكر منها ما ذكر أو ما لم يذكر منها قال تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أي يصدقون أما الكفر ففي شك من الآخرة وفي تكذيب لها قال تعالى بل هم في شك منها بل هم منها أمون فالإيمان عندهم يقين تام بالآخرة أولئك على هدى من ربهم استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم على المرجئ على القدرية الذين يقولون لا قدر وأن الإنسان يختار لنفسه ما شاء وأن الإيمان لم يقدر الشخص يختار لنفسه ما شاء من إيمان أو كفر ولم يردوا ذلك إلى الله سبحانه وتعالى فنفوا عن الله الإضلال ونفوا عن الله الهدائي إنه يهدي فضلوا وأضلوا وقال بعضهم من أهل الغباء والجهن ما الرب إلا كالطبيب الناصة يرشدك فقط وأنت الذي تختار إذا كان ذلك كذلك فلماذا نقول في كل صلاة نصليها إهدنا الصراط المستقيم هل اخترنا لأنفسنا طريق الهداية فقال تعالى أولئك على هدى من ربه أولئك على هدى من ربه الهداية هنا بمعنيها هداية الدلالة وهداية التوفيق فهناك هداية دلالة وهداية التوفيق فقد تقدم القول في ذلك بما فيه كفاية أولئك على غدى من ربهم فالذي هداهم هو الله ولذلك أهل الإيمان يقولون يوم لقاء الله الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله أما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله قال تعالى أولئك هم المفلحون المفلح هو الفائز بالمطلوب الناجي من المرهوب هذا إجمالي القول في المفلح المفلح من نجى من مرهوبه الذي يخشاه وفاز بمطلوبه فحصل شق كما قال بعض العلماء نجى من المرهوب فاز بالمطلوب ونجى من المرهوب وأصد الفلاح الشق كما قال بعض عن العلم تسحرنا حتى أدركنا الفلاح الفلاح الذي هو انشقاق الليل من النهار من الليل يعني تميز هذا من ذاك وقال رجل أفلح أي مشعوق الشفة لكن المفلحون من التقييم من المعنى الشرعي له الفائز بمطلوبه الناجي من مرهوبه وأعظم مطلوب هو أعظم مطلوب هو الجنة مع رضوان الله سبحانه وتعالى للعبد وأعظم مرهوب هو النار وسخط رب العباد سبحانه وتعالى هكذا ذكرت هذه الأيات الأربعة في صفات أهل الإيمان من سورة البقرة بعد قوله تعالى ألف لا ميم آيات أربعة وإذا أضفنا إليها ألف لا ميم تكون خمس آيات في شأن أهل الإيمان في شأن المتقين أما أهل الكفر فيهم آيتان بعد ذلك وآل النفاق فيهم عدة أيات ثلاث عشرة آية كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا أصل الكفر كما قال بعض العلماء بل كثيرون منهم هو التغطية واستدل بعضهم لذلك بقوله في ليلة كفر الغمام نجومها في ليلة كفر الغمام السحاب النجومة يعني غط السحاب نجومها وقال بعض أهل العلم في قوله تعالى يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار قال فريق من أهل العلم في الكفار الذين يضعون البزرة في الأرض ويغطونها ومنه كفران النعمة التغطية عليها وعدم التحديث بها منه كفران الإحسان وكفران المعروف عدم المبالاة به والتغطية عليه فأذا من النحية اللغوية أما من النحية الشرعية الكفر هنا جحود نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك جحود الإيمان بالله وكذلك الكفر يطلق كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكفر بالقضر كفر برسول الله كفر بكل ما أمروا بالإيمان به إن الذين كفروا ولا يخف عليكم أن هناك كفر دون كفر فكفر نعم لا يستوى مع الكفر بالله والحاكم بغير ما أنظر الله كافر لكن كفره ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضر خيره وشره وكما قال عدد من السلف ليس كمن كفر بالله وبالكتاب والملائكة هناك كفر دون كفر لكما لا يخف عليكم وهذا من المعتقدات التي يجب أن تبين ويفهمه الناس لأن قوما قد ضلوا بسبب ذلك النساء كافرات للعشير كثيرات منهن إلا من رحم الله وقد قال عليه الصلاة والسلام اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلية النساء قلن بما يا رسول الله قال يكفرن بالله قال يكفرن الإحسان ويكفرن العشير فهناك كفر دون كفر هذا من معتقدات أهل السنة والجماعة كفر مخرج من الملة وكفر دون ذلك وقال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم لكفرتم نعمي إن عذابي لشديد وإن كان آخرون قالوا تشمل الكفر النوعين والله تعالى أعلى وأعلم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أن يستوي عندهم الإنذار من عدم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هذه الآية عامة هل فعلا الكفار كلهم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لا يقال ذلك لا يقال ذلك أبدا لأن كل الصحابة كانوا كفارا فلما أنذروا وأتهم النذير آمنوا فكيف ذلك هل قوله تعالى إن الذين كفروا من العام المخصوص أو أريد بهم كفار معينون بلا ريب فسيقدر المحذوف إن الذين كفروا وسبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر وكتبت عليهم الشقابة يستوي عندهم الإنذار من عدمه كابي جهل كابي لهب كعتبة ابن ربيع كشيبة ابن ربيع هؤلاء الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر لا يستوي عندهم عفوا يستوي عندهم الإنذار من عدمه فيكون قوله تعالى إن الذين كفروا معنيهم بهم الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر وقد عد بعض أهل العلم صورة المسد من دلائل النبوة كيف ذلك؟ قالوا نزلت صورة المسد وفيها في شان أبي لهب سيصل نارا ذات لهب فإذا كان يريد العناد وقال إذن أنا أسلمت فيكون القرآن فيه كذب ولكن ما شاء الله له ذلك فمات على الكفر والعياذ بالله هذا وبالله التوفيق فالذين كفروا الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر يستوي عندهم الإنذار من عدمه فلماذا إذن أمرنا بالإنذار؟ لماذا أمرنا بإنذارهم وتذكيرهم؟ أولا لأن الله أمرنا بذلك قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك فامتسال أمر الله تعالى يقتضي أننا نبلغهم ويقتضي أننا ننذرهم هذا أولا امتسال الله من الله ثانيا لأننا لا نعلم من الذي كتبت له الهداية من الذي كتبت له الغراية فهذا أمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى ذلك الصحابة أو عفوا أهل الكفر الذين كانوا يعاندون الرسول في صلح الحديبية أشد العنات ويقول قائلهم كسهيل بن عمر امحوا رسول الله امحوا بسم الله كان لما آمن ووفق للإيمان وكان من أشد الناس دفاعا عن هذا الدين بعد إيمانه فأولا الله أمرنا بالإنذار والتبليغ ثانيا أننا لا نذر من الذين كتبت لهم الشقاوة ومن الذين كتبت لهم الهداية سليسا رجاء انتفاعهم كما قال العلماء وكما في قول الله تعالى وإذ قالت طائفة منهم قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا لماذا هذا الإنذار الله سيهلكم أو يعذبهم عذابا شديدا فأجاب العقلاء العلماء بجوابين بجواب متضمنا لمسألتين قالوا معذرة إلى ربكم يعني سبب وعظنا أول نعتزر إلى الله إذا قال الله لنا لم تعظون نقول يا رب عظناهم والثانية ولعلهم يتقون نقول قد استفادنا بنجاتهم أننا سنكون سببا في نجاة قوم من عذاب الله قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أي مهما جاءتهم النظر لن يؤمنوا وفي الباب آيات كثيرة تخدم هذا المعنى فالكفار الذين كتبت عليهم الشقوى مهما بزلت معهم لن يهديهم الله قال تعالى في كتابه الكريم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون قال تعالى فيه ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاص فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقال تعالى في كتابه الكريم كذلك وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون وقال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى لو نزلت الملائكة من السماء وقالت لها الكفر آمين ورأوها عيانا وأخرجنا لهم الموتى من المقابر وقال لهم الموتى إني عينا العذاب وسئلنا السؤال في القبر وهناك جنة والنار ونار ما آمنوا أبدا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا خرجت السباع من الغابات وكلمتهم وخرجت الحيتان من البحار وكلمتهم ورأوا الجن بأعينهم كل ذلك لو كلموهم وقال لهم آمنوا لن يؤمنوا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ولنأتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما تبع قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وقال تعالى في كتابه الكريم كذلك وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا ناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخفيفا قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم قال تعالى أيضا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فذا رمنا آية في تفسير القرآن بالقرآن أو في آية توضح معنى آية أو آيات توضح معنى آية فقوله تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون توضحها الآيات المذكورات إذن يطرح السؤال لماذا أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا بأن أهل الكفر سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ذلك حتى لا تذهب النفس عليهم حسرات فقد يحزن الرسول حزنا شديدا قد يحزن الرسول عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا حزنا شديدا بسبب عدم إيمانهم فأخبر أن هؤلاء القوم مهما بذل معهم لن يؤمنوا فمن ثم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك على آثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين حتى لا يزداد حزنه صلى الله عليه وسلم فأنت مهمتك يا رسول الله البلاغ أمر الهداية ليس لك فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيط الختم كما يقول القائل أو كما قال كثير من العلماء التغطية بإحكام أن تغطي على شيء بغطاء وتحكم الغطاء حتى لا يوصل إلى ما بداخله فكذلك القلب إذا ختم عليه لا يستطيع الخير أن يصل إليه ولا يستطيع الإيمان أن يصل إليه والأمور التي تعتاري القلب ذكرت منها أشياء في كتاب الله سبحانه وتعالى هناك ختم ختم الله على قلوبهم هناك طبع بل طبع الله عليها بكفرهم هناك ضيق ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء هناك مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا هناك ران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هناك قسوة في القلوب والعياذ بالله قلوبهم قاسية كما قال الله تعالى في كتابه الكريم هناك حمية جاهلية وانصراف بسببها كما قال الله تعالى في كتابه الكريم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية هناك انصراف للقلوب عن الحق وآراز ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم هناك زيغ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم كل هذه أمراض للقلوب وأشد منها الموت القلب الميت والعياذ بالله أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فالذي يعتري القلوب تعتريها عياذا بالله أشياء كثيرة قلوب والعياذ بالله مريضة قلوب ميتة عليها ختم عليها طبع حرج مرض انصراف زيغ فلما زاغوا قساوة كل هذه أمور تعتري قلوب الكفار وأقفال كذلك أفل يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها فإذا كان القلب مغلق وعليه قفل وعليه على القفل خاتم وفي داخل قلب مرض وفيه قسوة وفيه زيغ وانحراف كيف يصل الإيمان إليه مع كل هذه المعوقات هي واحدة منها كافية ولكن ربي سبحانه وتعالى غلظ عليهم وسدت عليهم كل أبواب الخير والعياذ بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء فإن عاد وأصر فإن تاب محيت تلك النكتة وإن عاد وأصر نكتت نكتة أخرى سوداء حتى يغطى القلب كله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتل الآية كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال هذا الران الذي ذكر الله عز وجل في كتابه وقال عليه الصلاة والسلام تورد الفتن على القلوب كأرض الحصير عودا عودا فيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء ويما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض كالصفة لا تضرهم عصية ما دامت السماوات والأرض وآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء عدف نقول ما سبب هذا الطبع على قلوبهم وسبب هذا الزيغ وسبب هذا الانصراف هم تسببوا لأنفسهم فيه قال تعالى ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فلا أسباب ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم هل الوقف أولى عند قوله وعلى سمعهم أم الوقف أولى عند قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أفصالهم غشاوة الأظهر والله أعلم وهذا من تفسير القرآن بالقرآن أن الوقف عند السمع أولى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم فالختم على القلب وعلى السمع وأما البصر فعليه غشاوة قال تعالى أفرأيت من اتخذ إله هو وأضله الله وأضله الله وعلى علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فالغشاوة على البصر وختم على سمعه وقلبه وَجَعْلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَ فَذِي آيَةُ الْجَسِيَةِ فَصَّلَتْ تَفْصِيلاً جَيِّدًا فَبُيِّنَ فِيهَا أَنَّ الْخَتْمِ يَكُونُ عَلَى الْقَلْبِ وَعَلَى السَّمَعِ وَالْغِشَاوَ تَكُونُ عَلَى الْبَصَرِ قال تعالى فأغشيناهم أيضا في صورة يسين فهم لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون قال تعالى في كتابه الكريم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم إغشاوة ولهم عذاب عظيم طرح سؤال والله يفعل ما يشاء قال لماذا أفرد السمع وجمع البصر على سمعهم وأبصارهم أفرد السمع وجمع البصر فمن العلماء من قال هذا لفضل السمع على البصر ومنهم من وكل العلم إلى الله فقال إن أحيانا الإفراد يكون للتعظيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور من الظلمات جمعة الظلمات لأنها متعددة إلى النور ونور الحق واحد وأرد بعضهم أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجد لله هم داخلون وأرد بعضهم شيئا آخر ولكن يمكن توجيهه إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أوجرهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك قيل أفرد العم وجمعة العمات إلا هذا الأخير قال في بعض العلماء قولا آخرا والله تعالى أعلى وأعلم ختم الله على قلوبهم بينا سبب الختم ثم انصرفوا صلف الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله يفعل ما يشاء هذا أولا وأخيرا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصرهم غشاوة كل هذا يصدون به عن الخير غشاوة تمنعهم من رؤية الحق على القلب ما يمنعهم من الفهم عن الله سبحانه وتعالى على السمع ما ينفعهم ما يمنعهم أيضا ما يمنعهم من سمع ما ينفعهم ولا يذب الله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصرهم غشاوة ولهم عذاب عظيم العذاب أصل الحبس ومنهما يروع عن علي ولكن في سنده بعض المقال أعذبوا أنفسكم عن ذكر النساء في الغزو فإن هذا يكسركم عن الغزو فأصلوا العذاب الحبس ثم بعد ذلك أطلقت كلمة العذاب على كل تعذيب وكل ما يحدث به إيلام كالضرب بالصياد والحرق بالنيران والطرق على الرؤوس بالمطارق والقيود والتنكيل بالأشخاص كل هذا لاحق بالعذاب وإلا فأصله الحبس الحبس لكن يمكن إطلاق الحبس عن كل رحمة وكل خير أو الحبس عن الرحمة والخير قال تعالى ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم هكذا مرت آيتان في وصف الكفار وأربع آيات فضلا عن ألف لا مميم في وصف المتقين وستأتي ثلاث عشرة آية في وصف أهل النفاق يا ذنب الله من النفاق هذا وصل لهم على نبينا محمد المؤلي وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته